وفي إطار جهودها لمواجهة الأثار السلبية للتغيرات المناخية اتخذت حكومة أقليم كردستان جملة من الإجراءات والخطوات العملية في هذا الجانب ووفقاً للمعايير الدولية لمنظمة الأمم المتحدة واتفاقية بارس للمناخ حيث أحرز الأقليم خلال العامين الماضيين تقدماً ملحوظاً مقارنة بباقي مدن ومناطق العراق من حيث تنفيذ الالتزامات العالمية المقررة وفي تصريحات خاصة أدلى بها لدائرة الأعلام والمعلومات أكد رئيس لجنة حماية وتحسين البيئة في أقليم كردستان عبد الرحمن صديق أنه في تشرين الأول 2021 قدمت حكومة الأقليم مع الحكومة الاتحادية العراقية وثيقة وطنية لدعم اتفاقية بارس للمناخ وأكدنا فيها أننا يمكننا الالتزام بهذه النقاط في مجال الغازات الدفئة والتكيف البيئي للفترة من 2021 ولغاية 2023 وأشار صديق إلى أنه تم تقيم هذين العامين من قبل الأمم المتحدة ووزارة البيئة في الحكومة الاتحادية العراقية واتضح أن أقليم كردستان كان متقدماً على باقي مناطق العراق بعدة نقاط في سياق الالتزام بمواجهة تغيرات المناخية والذي تم تضمينه في إعلان الدعم الوطني وخصوصاً في مجال الكهرباء فأنها تنتج بطريقتين 80% منها بواسطة الغاز السائل بعد التخلي عن إنتاجها بواسطة النفط الأسود ولا يزال الغاز المتولد عن إنتاج النفط يحرق في عموم العراق إلا أنه في الأقليم تمكن من استثماره لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وكذلك الحال بمصانع الطابوق تم استخدام الغاز السائل بدلاً من النفط الأسود ترجمة نانسي قنقر